مادام فاطمة ايه فاند اهلا بيك اتفضلي اه اوكي سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بيك ايه فاند بص يا مفضلك انا جزي حالفي اني انطلاء ان انا ما كلمش ساحبتي تاني قال لي عليها تطلاء ما تكلمي ساحبتك تاني ولو كلمتها تبقى طالق فانا عايز اعرف الموضوع ده ليه كفارة او كده ولا ما ينفعش ان انا اكلمها بعد كده حاضر طيب ايه مادام فاطمة يعني انا شخصيا احب ان العلاقة بين رجل المرأة تبقى علاقة يعني مش السمعة والطاعة المطلقة اللي احنا بنتكلم عنها هي سيد سيد وبتاع نعم تبقى علاقة المودة المودة تقتضي ان الرجل من غير ما يطلب من مراته هي تعرف هو بيحب ايه وبيكره ايه وتعمله من غير ما يطلب نمرأ اتنين حتى لو ما انتبهدش لده وهو طلب منها امرا مدام الامر ده ما هواش بالنسبة لها ضروري جدا يبقى انا انافزه تزوجة يعني تنفزه وما فيهوش خرمانية يعني مش مثلا طي علاقتك بأمك او ما تروحيش لأمك يعني له ضروري له ضروري وله محرم يبقى انافزه نمنى تلاتة حتى لو ضروري بالنسبة لي او حتى لو فيه محرم بالنسبة لي بفيه حوار يعني ماينفعش اقول له ايه طب انا هعمل بقى وبقى انت حر العلاقة ليش مطلوبة من الزوجين ما تنفعش اصلا من الزوجين اساسا وبالتالي في الحالة دي لن نضطر الزوج ان يحلف هو ليه الزوج بيرجأ اللي حفان بالطلاق لانه عارف ان مراته عنيدة انا اسف طبعا اختنا فقط بيبقى خلاص استنفس كل الطرق الممكنة ايوه يعني انا ما قصدش الاخت السائلة انا بتكلم في العموم هو عافز زوجته بالنسبة له عنيدة ما بتسمعش كلامه ما بيجيش حتى بربنا يعني يرجع بيرجأ بالطلاق ما كان سهل اقول لا والله ما تكلمين ايه اللي خلي اقول لا ايه انت طالك ولا علي الطلاق انك امتهى طالك ولا تبقي طالك في بعض الرجالة بيبقوا مستسهلين الموضوع مستسهلين الكلمة يعني ده فيه ناس بيقولوها بدا المرة ستين مرة اللي اتنين غلطانين على فكرة يعني حتى لو عرف ان مراته عنيدة ومش تجلب كده برضو غلطان لانه الطلاق لم يسع لهذا الطلاق ده يا استاذة لما يبقوا تنمي جوزين وشعر الطرفان او شعر احدهما مش هيقدر امبه طعا يا بنت الحلال نروح للمأزول نتطلق وسلام عليكم خلال حقوقكم ده طالك اتعمل عشان كده مش اتعمل عشان قلو بدريعة ولا قلو بيرقبة ولا علشان ازل بيحد ولا عشان اقول لمراتي انت طالق بالشفوي ولا بقو رح بقى لا هتتجوز ولا هتعيش واسيبها كده عشرين سنة معلقة الطلاق ما تعالش لكده يا اخوان الطلاق اتعمل علشان زي بقوله بهدوء شديد زي ما احنا بنروح نخطب وبنتزلل للأهل الزوجة عشان خطرنا نجوزوني بنتك واللي انتوا عايزين ومش عارف ايه يوم لا قدر لا ما يحصلش وقام اروح لهم برضو بأدب واحترام وتقدير لو سمحتوا انا مش قادر اكمل انا انتوا عايزين مني ايه ده الطلاق انما علشان ناخد وسيلة للضغط والحلفان المتكرر واللي في السوق البهيمة دي بعشر تلاف وهي ما تسويش خمسة وعليه الطلاق انا جيبها بحضاشر وهكثر فيها والكلام ده كله ده كلام ما ينفعش ان على العمل وعالبطال لو ما روحتش في السوق هتطلقك لو نزلت الشغلة هتطلقك لو كم صحبتك هتطلقك ما فيش ما ينفعش كده ودي مش رجولة عشان نكون في الصورة حتى لو الزوجة عنيدة فمرة تانية لا الزوج يتسرع فيه هذا ولا يقول الكلام ده ولا الزوجة تلجي قلده اللي تنم مع بعض طب الحال اللي معنا دلوقتي كل يمين طلاق فيه لفظ ان عملت تبقى طالق او ان روحت تبقى طالق بيفتكر الانية ما هواش طلاق الا بالني وغالب الرجالة 90% 100% عمري عمري ما اتصل بيا رجل وقال لي انا قلت لمراتي ان خرقت تبقى طالق وسألت نيتك ايه وقال ليش هتطلقك ما حصلش الا واحد بس هو اصلاك العاز يخلص اساسا حتى انا اشتميت من اللفظ بقوله انت مش عايز تعيش مع عمرتك تاني قال لي ايوه بتقوله صحيح انا فاقي يعني انا فهمت من كلامه لانه اي حد يا استاذ عاز يعيش بيتصل بنا عشان يدوله على مخرج صحيح مش العكس وإلا ما كانش يتصل وإلا ما كانش يتصل مش العكس انما يعني الست يوم هي اللي اتصلت ده جوزي قال لي ان رحت تبقي طالق وبعدين بس قاله بيقول لان ايدي كان الطلاق فقلت لها الدهوني انت يا ابن الحلال عايز تعيش قال لي مش عايز قال لي مش عايز بس شكرا الطلاق واقع انما الغالب ان اي حد بقول لمراته بقول لها للتهديد التهديد يعني ايه هو شاف انه مش هتيجي بكلمة والله فقال لها بهذا الشكل وبمناقن عليه الطلاق لا يقع حتى وان كلمت بس لو سمحت يا سبت فاطمة ما تكلمهاش المستأذنين يعني الطلاق مش واقع لكن لو كلمتي هبدو يحسن فيها معصي ويحسن تسأله حسب نيته لو هو نيته كان تهديد برضو لازم الأول تستأذن لازم شوفي انا لما اقول لمراتي ما تكلمش جارتك يبقى ما ينفعش يتكلمها الا بيذني ولو كلمتها هو يمكن يكون شايف حاجة انت مش شايفة يمكن تكون سبب مشاكل بينه وبالبار وده المفروض يكون بين الزجين ومرة تانية بقول للطلاق لم يقع لانه غالبا بيكون التهديد الا اذا كان هو قال لك لا ده ينيتي يقع طلاق فعلا خلاص هو حر بقى يبساتها يقع طلاقة واحدة انما لو كانته التهديد هيعمل كفار التامين تأديبا له حتى لا يكرر الحال بالطلاق اللي هي يطعم عشر مساكين او كسوتهم في البلد اللي احنا في ده لو جاب له لو جابه واحد بلوفر جاب له جاكت جاب له جلبية بتاع الى اخره او انه يصوم ثلاثة ايام متفرقات او متوليات وانا جاي بضي في الطريق حد سألني ينفع صمنا لا ماينفعش يصوم هي اه ستة بتقوله انا جزء حلف علي وانعادة صمنا لا ماينفعش هو الذي يصوم لانه هو اللي بيتأدب عشان ما يكررش الكلام دي تاني